عندي كذا نقطة عايز أكلمك فيها طب هنقول للرشدة طب قول للرشدة تعيي عايز دوره محترم الكل سواسية ما فيش حاجة اسمها أهل وزمالك يلعبوا ما لعبوش في بورسعيد وما لعبوش في اسماعيلية وما لعبوش في طنطة مثلا موافق مية في المية ماشي ده 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 العدل آه الله ده العدل ينفع يبقى برمز السنة اللي فاتت بينافذ روح يلعب في طنطة والأهل وزمالك لأ ما انت ممكن طنطة تضيع من برامد مطش على ملعبة عشان ديق واخد بالك طب زي ما ده هيتعامل ده يتعامل يمشي على ده خلي بالك ده المطشات أصلا كده بدون جمهور لا ده احنا بنقولك ده حتى لما الجمهور يرجع يعني ده رقم واحد رقم اتنين وكان ده بيحصل زمان يا كتا بيدا كان الزمالك بيروح يلعب ده منهور في ده منهور وكان بيروح يلعب تنطف تنطف وكروم في كروم وشبين في شبين والمينيا في المينيا والمينيا في المينيا لا يعني أي فرقة في الدور ممتاز لازم تلعب على أرضها بالظبط ده حق جماهرة لأن هي بتصعد ليه ده بيبقى يوم عيد كمان لا أو غير كده انت ما انت بتنشط الدنيا في هنا وهنا 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 ما ده تنشيط دي رقم واحد العدالة التحكمية يعني أنا سمعتك الأستاذ فايز النهاردة الله يكون فعونا وانت قلت ممكن اللي اتنين بنتوا دول النقطتين دول يعني يقعدوه يعني يهبطوه حصل طيب لمصلحة مين مثلا لا إيمان يغير يعني ليه بعدين الكرة مش بيستهلة بعدين أحمد العدو على فكرة ادى ظهره ومشي لأنه وشفها وانا بيعيب عليه على فكرة بقول له يا كابتن أحمد انت من الحكام وشفتها كان صمم على قرار بعدين حتى لو هو بيكلمك انت شفتها انت شفتها هي مفياش حاجة بيبقى برضو فيه حتة الشك ماشي بس هو شفها هو شفها هي مفياش حاجة ومحمد رمضان وقع والراجل اللي الأفريكي ما تكلمون يعني ما حتى ما لمسوش المهم العدلة التحكمية والأهلي زي بالظبط الفرقة اللي هي في الآخر سواء ما دي نجلة أو أسوان أو 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 الأهلي والزمال كل الفرقة تبقى واحد لليك دعوا عبلون الفانيلا ولا اسم النادي ولا الناس اللي هي بتلعب النجوم اللي هي في الملاعب والله العظيم الكرة هتعلق هادي تاني ايه تاني حاجة تاني حاجة تمام تالت حاجة طبعا يمكن هي الأولانية الجماهير في كل الملاعب رابح حاجة إزعة المطشاط زي ما بتزيع للأهل والزمالك زيع للفرق دي ويبقى عندنا يومين أو ثلاثة الدوري عشان الناس اللي هي رأس مالها زي مثلا أسوان وزي طنطة وزي الناس دي ما هو البس هو اللي بيوقفهم على تجلوه زعلهم المطشاط عشان بس كل المطشاط بديتزاعة ما اختلفتش معاك ما اختلفتش معاك تبقى رسمي بقى وما يبقاش فيه الشركة الرعية مهيب ما يبقاش فيها ايه بقى لا لا يعني مثلا ايه انت تساعد الفرق الصغيرة اكتر من الفرق الكبيرة تمام عشان تجيب لعيبة كويسة بالزل عشان تعلم تمام